السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات نقول دائما نحن الأطباء أن تناول السكر يمكن أن يزيد من حدوث التهابات في الجسم لكن سأخبرك اليوم بطريقة آمنة لتناول السكر إذا اتبعتها لن تزيد الالتهابات في جسمك بل ستكون بعيدا عنها أعتقد أن ما سأقوله لك هام جدا ولم يخبرك به أحد من قبل كيف يمكن أن تتناول السكر بدون أن يرتفع الأنسلين في الدم لديك وبدون أن يزيد الالتهاب في جسمك تابع معي خطوة خطوة كي تتعلم ذلك وتستفيد من المعلومات والوصفات التي سأقدمها لك وفيها حلويات لذيذة وبدون أن يرتفع مستوى السكر في الدم لديك جميع المرضى يواجهون مشكلة كبيرة وهي الالتهاب فتظهر لديهم مشكلات في الأوعية الدموية والقلب والغد الدرقية وسمنة وزيادة وزن وأمراض مناعة ذاتية وسرطانات وأمراض مزمنة مثل مرض السكري ومقاومة الإنسلين وارتفاع ضغط الدن وعلاج أي مرض أو مشكلة صحية يعتمد أساسا على علاج أصل وجذر المرض والالتهاب هو جذر المرض وأصل المرض يعرف معظم الناس بأن عليهم التوقف عن تناول السكر لأن السكر يغذي الالتهابات لكن في الواقع لا يستطيع معظم الأشخاص اتباع نظام غذائي خالي من السكر بشكل دائم ومستمر لذلك يتوجه أغلب هؤلاء نحو استخدام المحليات الصناعية في نظامهم الغذائي وهذه المحليات ضررها كبير جدا على صحة الجسم وفي كثير من الحالات فإن ضررها يمكن أن يكون أكبر من ضرر السكر وبعض الأشخاص يضربون عرض الحائط بالنظام الغذائي الصحي ويتناولون كل ما يشتهون من طعام غني بالسكر والحلويات والنشويات والكربوهيدريت وللأسف يتعرضون للالتهابات ويدخلون بأمراض ومشكلات صحية عديدة وأنا اليوم أتحدث إليك لأوصل لك نقاط هامة تقلل كثيرا من ضرر السكر وكيف يمكنك أن تتناوله بطريقة آمنة بدون أن يسبب لك التهابات أو أمراض ومشكلات صحية أنت عندما تتناول طعام حلو أو طعام سكري سكر أبيض أو سكر بني لا فرق بينهما سوى اللون أو عسل مهما كان نوعه فإن هذا الطعام السكري يمتص بشكل مباشر في أمعائك إلى مجرى الدم ويتحول بسرعة إلى غلوكوز في مجرى الدم إن مستوى الغلوكوز في مجرى الدم لديك سيرتفع بشكل كبير ولضبط مستواه في الدم فإن جسمك يقوم بإنتاج كمية زائدة من الإنسولين البنكرياس يفرز إنسولين أكثر وأكثر فيرتفع الإنسولين في الدم هذا الارتفاع في الإنسولين يؤدي إلى إطلاق العديد من المواد الكيميائية بغض النظر عن أسمائها الكيموكينات واللوكرين والبروستاكلاندينات ليس مهم أن تحفظ أسمائها لكن المهم أن تعرف بأن الإنسولين يطلق هذه المواد الكيميائية وهي من يسبب الالتهابات لذلك هدفي هنا أن تعرف كيف يمكنك أن تتناول السكر بدون أن يؤدي تناوله إلى ارتفاع الإنسولين لديك وبذلك فإنك ستكون بأمان ولن تعاني من التهابات في الجسم اسمع ما سأقوله لك جيداً أولاً عندما تتناول السكر أو أي طعام سكري اجمع بين السكر والبروتين الصحي فإن ذلك سيمنع ارتفاع الإنسولين لديك فالبروتين يستغرق وقتاً طويلاً كي يتم هضمه في أمائك وجهازك الهضمي ومعظم عملية هضم البروتين تتم في المعدة لذلك فإن الطعام الذي تتناوله يبقى في معيدتك لفترة أطول والسبب هو تناولك لوجب غنية بالبروتين معظم عملية انتصاص السكر تحدث في الأماء الدقيقة لذلك فإنك عندما تبطئ عملية تقدم الطعام فإنك تقوم بإبطاء امتصاص السكر أو الطعام السكري وأريد أن أخبرك بأمر هام آخر يجب أن تعرفه وهو أنك عندما تتناول البروتين فإن هذا البروتين يحفز لديك إطلاق هرمون الجلوكاكون الذي يعارض هرمون الإنسولين إذن لن يرتفع الإنسولين لديك النقطة الثانية المهمة إجمع دائما بين تناولك للسكر أو الأطعم السكرية وبين الدهون الصحية فالدهون الصحية مثل بذور دوار الشمس وبذور القرع وبذور الشية والمكسرات وخاصة الجوز واللوز وزيت الزيتون والأفوغادو هذه الدهون الصحية هي بطيئة الهضم في أمعائك وتستغرق وقتا طويلا كي يتم هضمها فهي تؤخر وتبطئ امتصاص السكر ولا يحدث ارتفاع في الإنسولين وبذلك خلال الجمع بين السكر والدهون فإنك تقوم بإبطاء امتصاص السكر في أمعائك وتجنب ارتفاع الإنسولين وأريد هنا أن أنصحك بأمر هام لا تتناول السكر أو الحلويات ليلا فحركة الجسم ليلا تكون قليلة ويتباطع عمل ووقود الجهاز الهضمي وهذا يسبب ارتفاع الإنسولين في جسمك لذلك عندما تريد أن تتناول هذا الطعام السكري فإن أفضل وقت لتناوله هو وقت الغداء ظهرا ففي وقت الغداء يكون هناك وقت كافي لمعالجة السكر إضافة إلى حركة جسمك وبهذه الطريقة لا يحدث ارتفاع الإنسولين في الجسم النقطة الثالثة الهامة عندما تتناول طعامك راقب حجم الحصة الطعامية فتناولك للسكر أو الطعام السكري لا يعني أن تتناول رغيف خبز كامل مثلا أو علبة بسكويت كاملة أو قطعة كنافة كاملة تناول قطعة من رغيف الخبز أو قطعة أو قطعتين من البسكويت أو قطعة صغيرة من قطعة الكنافة لا تحرم نفسك لكن لا تبالغ أيضا كي تفسح المجال لجسمك بالقدرة على التعامل بشكل صحيح مع السكر الذي تتناوله النقطة الرابعة الهامة عندما تستخدم محليات طبيعية أنصحك باختيار المحلي الطبيعي الآمن سكر ستيفيا فهو المحلي الطبيعي الجيد والآمن فعلا عكس المحليات السيئة الأخرى والتي لها أضرار كبيرة على جسمك سكر ستيفيا هو المحلي الوحيد الجيد والآمن والذي لا يرفع مستوى السكر في الدم النقطة الخامسة الهامة عندما تتناول السكر أو أي طعام سكري حتى لو كانت الوجبة خفيفة يجب أن تقوم ببعض التمارين البسيطة حوالي 10 دقائق أو المشي بعد الوجبة السكرية لمدة 10 إلى 15 دقيقة أنت بهذه التمارين أو هذا المشي تنشط الجلوكاكون في عضلاتك وبذلك يتم استخدام السكر الذي تناولته وتوجيهه إلى العضلات وبهذه الطريقة لا يرتفع الأنسولين لديك أنت عندما تقوم بجمع السكر مع البروتين أو جمع السكر مع الدهون في وجبتك الطعامية فإن الأنسولين لن يرتفع في الدم لديك وعندما ترغب باستخدام محلي استخدم المحلي الآمن فقط وعندما ترغب بتناول السكر أو النشويات لا تفرط في تناولها كن معتدلا في ذلك عندما ترغب بتناول البسكويت أو قطعة صغيرة من الحلويات أو قطعة من الكيك أو الكعك تناول إلى جانبها ملعقة من الزبدة زبدة بلدية حيوانية أو زبدة اللوز فالزبدة غنية بالدهون الصحية المفيدة وهذا سيؤدي إلى إبطاء امتصاص السكر وعدم ارتفاع الأنسولين ويمكنك أيضا عندما تتناول الطعام السكري أن تتناول معه حفن من المكسرات الجوز أو اللوز وإذا كنت ترغب بتناول قطعة من الحلوة لوحدها بدون وجبة طعامية تناول قبلها ملعقة كبيرة من بذور الشية المنقوعة فهي غنية بالبروتين الصحي وفيها كمية كبيرة من الألياف وهذا يبطئ امتصاص السكر لديك ولا يسبب ارتفاع الأنسولين إذن أنت بهذه الطرق تستطيع الجمع بين الأطعم السكرية والدهون الصحية أو بين الأطعم السكرية والبروتينات الصحية ولن تكون محروما من تناول السكريات وبنفس الوقت لن تعاني من ارتفاع الأنسولين وبذلك أنت لن تعاني من الالتهابات في جسمك نصائح في غاية الأهمية وطريقة آمنة لتناول السكر والحلويات والأطعم السكرية بعيدا عن الالتهابات والأمراض أنتظر منكم دائما وفي كل فيديو أن تكتبوا عن تجاربكم في المواضيع التي أطرحها وأتحدث عنها أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هامة وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتملين على دراساتنا وبحثنا المستمر دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو من يرغب بدعم القناة واستمرارية القناة واستمراري بتقديم الفيديوهات يمكن أن يدعم قناتي من خلال ميزتين ميزة شكرا وأيضا من خلال ميزة الانضمام إلى القناة شاهدوا الفيديو أكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته